بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن ولاه واتبع هداه وبعد المسجد الأقصى من المساجد العظيمة التي لها قدر ومكانة كبيرة عند الله عز وجل وهو من المساجد التي لها أثر عظيم في نفوس المسلمين كيف لا؟ والمسجد الأقصى هو أولى القبلتين توجه إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمون في صلاتهم قرابة العام والنصف ستة عشر شهر أو سبعة عشر شهر ثم حولت القبلة إلى المسجد الحرام فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين في الفضل والقدر والمكانة بعد المسجد الحرام وبعد مسجد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مصر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أسر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلا وصلى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إماما بالنبيين والمرسلين المسجد الأقصى مسجد مبارك باركه الله وبارك الله ما حوله ومن حوله يقول ربنا تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير المسجد الأقصى مسجد مبارك وهو المسجد والأرض التي نجى الله إليها سيدنا إبراهيم وابن أخيه سيدنا لوط عليهما السلام يقول ربنا تبارك وتعالى ونجيناه أي إبراهيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي الأرض المقدسة وهي بيت المقدس المسجد الأقصى هي الآية أو هو الآية الذي تكلم الله عنها في القرآن الكريم بقوله واستمع يوم يوم يستمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج فالملك الموكل بالنفخ في الصور وهو سيدنا إصرافيل عليه السلام سينفق في الصور من عند المسجد الأقصى المبارك المسجد الأقصى هو الأرض المقدسة قال ربنا تبارك وتعالى يا قوم دخولوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين المسجد الأقصى من أحد المساجد التي عناها الله بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيه امتجارة ولا بيع عن ذكر الله قال الإمام مجاهد في تفسير هذه الآية هذه المساجد التي عناها الله بقوله هي المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد نبينا صلى الله عليه وعلى آهل وسلم ومسجد قباء إلى غيرها من الآيات الكثيرة التي تدل على فضل وعلى شرف ومكانة المسجد الأقصى وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آهل وسلم في كثير من أحاديثه يتكلم عن فضل وعن قدر وعن مكانة المسجد الأقصى فالمسجد الأقصى هو أحد هذه المساجد الثلاثة التي يعزم الإنسان على شد الرحال وعلى السفر إلى الصلاة فيها قال صلى الله عليه وعلى آهل وسلم في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي ثم قال صلى الله عليه وعلى آهل وسلم والمسجد الأقصى المسجد الأقصى هو ثاني بيت وضع لعبادة الله تبارك وتعالى في هذه الأرض بعد المسجد الحرام ففي مسند الإمام أحمد عن سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آهل وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة المسجد الأقصى من فضله ومن مكانته أن الصلاة فيه تعدل ألف صلاة في غيره قال نبينا صلى الله عليه وعلى آهل وسلم عن السيدة ميمونة عندما سألته يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس فقال أرض المحشر والمنشر إيتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره فقالت يا رسول الله فإن لم أستطع أن أتحمل إليه فقال تهدي له زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك كمن أتاه المسجد الأقصى الصلاة فيه من يصلي في المسجد الأقصى كمن خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فرغ سليمان ابن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد المسجد الأقصى إلى المسلمين وأن يرده إلى المسلمين ردا جميلا إنه سميع قريب وصل اللهم وسلم وبارك على مولانا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين